وهبدأ أوري حضراتكم الرز وهنتكلم عنه برضو عشان أصدقائنا اللي دايماً يقولوا إنه الرز ما بيزبطش لما بيكون أبيض ممكن يزبط لما يبقى مخلوط يعني بشعرية متضفلوا مثلاً لسان عصفور فيه ناس بتحطوا كده ديل فيه ناس بتعملوا واحدة وواحدة فيه ناس بتحط معه خضار لحمة مفرومة أياً كان الفل الآخر إحنا عايزين نزبط الرز الأبيض بس ويطلع حلو وجميل ومفلفل ونبقى عارفين نسبة الشرب أو المرأ اللي إحنا هنحطها هي قد إيك أنا خلاص كده البيكاتة خلاص تقريباً أنا حاسبها هنبدأ دلوقتي بقى إيه إحنا منجهز هنا الفان وهنبدأ أسخانها كويس وطبعاً هبدأ بالرز أول حاجة هستخدم الزيت نباتي مليان هاخد بقى الزيت ده ونبدأ نحط منه معلقة وهو لي حضراتكم إحنا مش هنحتاج أكتر من المعلقة دي ودي على تقريباً أكتر من كبيتين رز ثلاث كبيت رز يعني أقل من الكيلو وبسخن الكتل لازم يبقى الرز مية سخنة بتغلي أو شربة بتغلي ما ينفعش نحط أبداً حاجة بردة لأنه ده هيأثر على الرز هنا عندي مستكة تعالوا نقول مقديره كده عندي ثلاث كبيت من الرز عندي ثلاث أربعة فصوص من المستكة وهنشوف مقدير المرأ أو المياه أو هي المستكة وليها لحضراتكم هنا أكتر ما قطرش عشان ما تمررش يعني أنا لو الحبة كبيرة بتاعت المستكة أنا مش محتاجة أكتر عن كده لكن لو صغيري ممكن يبقى أربعة لو كبار هيبقى ثلاثة ولو كبيرة قوي ممكن تبقى واحدة هحطها لازم في المادة الدهنية علشان تسيح لو أنا سبتها من غير ما تسيح وحطتها كده زي ما الناس بتحط كانت زمان في الشربة وتلاقوا البان أو الحلة لازق فيها المستكة من الجن هي في الحلة دي بازت يعني الحلة بازت شافت طلبها منها خالص هناخد الرز بسم الله ونقلب كده تقديبة حلوة زي ما هو إحنا بنعتمد على إيه بقى في الرز ليه أنا حطيته من غير ما أخسله مش كل أنواع الرز بتتغسل أنواع الرز بس اللي هي إحنا عندنا شركاته مصر معروفة وإحنا مش محتاجين إن إحنا نستخدم اللي بيتنقع إلا للأنواع الخليجية ولازم نحترم النقع فيها لأن الرز بتبقى أطول ولازم نحترم دريقة النقع عشان تطلع مظبوطة معنا في الوصف أنا كده خلاص هرفع دي بس من هنا ونخليها كده وهقلب الرز هنا كويس وبسخن معي الكاتل إذا أنا هسقي بماية وممكن أسقي بمرأ لو أنا حب لكن هولي حضرتكم بالطريقة البسيطة جدا الخفيفة اللي ممكن تبقى صحية إلى حد جديد طبعا تقدروا تستغنوا عن معلقة الزيت بس حتى أيضا الحاجات الهوائية اللي بتستخدم أو البخار لازم يتحطي لها نسبة دهون بسيطة هاخد بس رشة ملح وهنبدأ نقيه كده وهنبدأ نقلب ونصب الماية بتاعتنا كل كوبات رز بسمتي جافة ليها كوباية ونص مغلية من الماية لو نقعناه هيبقى كوباية وربع من الماية غير المصري بسم الله هقلب تقليبة حلوة شوفوا أول محطة الميا سخنة بتغلي لازم يعمل بابلز كده زي ما حضرتكم شايفين بقلبوا تقليبة واحدة يعمل أول ما يبدأ يغلي هنا هبدأ هدي نار بس يغلي هو لسه كده مغليش هي مياه سخنة بس قبل ما الرز ياخد الحرارة بتاعة الميا هنبدأ نلاقي بقى هنا الفقعات الغالي بدأ هو بصه يظهر ويبين هروح مهدية النار وسايباه يتشرب وأرجو أن حضرتكم تفتحوش عليه لأن البخار ده مهم قوي في تسفيت الرز بالزيت إحنا ممكن نشوفه برؤية العين وهو ريهولكو دلوقتي هو بيتشرب أنه لسه يعني نقصه مياه بسهو مش يبقى نقصه مياه هو نقصه نسبة البخار اللي تبقى مكمور فيها علشان يستوي مش محتاج مياه زياد طبعا